اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ملك مملكة البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يشرفنا يا صاحب الجلالة ان نرفع الى مقايمكم السامي اسمى ايات التهاني والتبركات بمناسبة حلول ذكرى العيد الوطني المجيد وتسلم جلالتكم حفظكم الله ورعاكم مقاليد الحكم في البلاد واحتفاءا بتلك الذكرى الشامقة بقيام الدولة البحرينية الحديثة ككيان عربي اسلامي قبل اكثر من مئتي عام في عهد المؤسس الجد الكبير احمد الفاتح مشيدين في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا بالوتيرة المتسارعة لانجازات المرأة البحرينية شريكة البناء والعطاء في ظل رعايتكم السامية وصولا لكل ما من شأنه ان يرتقي بمساهمات المرأة وبما يهيئ لها الارضية الصلبة لاستمرار عطائها بكل تميز وجدارة ولقد كان من بين اخر ما شهدناه وليس اخيره الدور المسؤول للمرأة البحرينية الذي اسهم في النجاح الكبير للانتخابات التشريعية والبلدية لتأتي ارادة جلالتكم السامية متوجة لما حصدته المرأة من نتائج طيبة كما جاء فوزها برئاسة المجلس النيابي معبرا عن استحقاق المرأة البحرينية بان تكون خير شريك في صنع حاضر وطنها ورسم مستقبله المشرق وفي الختام نكرر خالص تهانين وتبريكاتنا بعياد الوطن وتمنيتنا لجلالتكم بدوام الصحة والعافية وان يعينكم المولى عز وجل على تحقيق كل ما تصبون اليه من رفعة وازدهار ورخاء للبحرين الغالية ولابنائها وبناتها الاوفياء ودمتم جلالتكم في حفظ الله سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرنتكم سبيك بن تبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية الى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة فيما يلي نصها صاحبة السمو الملكي قرنتنا الامير سبيك بن تبراهيم الخليفة حفظه الله رئيسة المجلس الاعلى للمرأة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقينا بكل الاعتزاز تهنئة سموكم لنا في ذكرى المناسبات المجيدة لوطننا العزيز احياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس احمد الفاتح ككيان عربي اسلامي عام 1783 والذكرى السابع والاربعين لانضمام مملكتنا في الامم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى التاسعة عشر لتسلمنا مقاليد الحكم اننا في هذه الايام المجيدة لنود ان نشيد بدور سموكم في قيادة اسهامات المرأة البحرينية مما كان له اعمق الاثر في تقدم مملكة البحرين ونهضتها المباركة وما انجز في تحقيق طموحات شعبنا في التنمية والحرية والديمقراطية حفظ الله سموكم ورعاكم ودمتم سالمين حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين